نبقى في قطاع العدالة أين أحالت أمس نيابة الجمهورية لمحكمة وهران ملف قضية تنظيم حفل ساهر والذي أقيم مؤخرا بأحد فنادق المدينة بشكل يتنافى والتدبير الوقائي من انتشار فيروس كورونا إلى قضية تحقيق حيث من المقرر أن يتم تقديم الأطراف المعنية بالقضية وذلك نتيجة التحريات التي بشرتها مصالح الأمن وهذا حسب ما جاء في وكالة الأنباء بأن الأطراف تم مواجهتهم بتهمة مخالفة المراسيم والتنظيمات تطبيقا أو تبقا للقوانين